طالب وزير الخارجي الكويتي صباح الخالد الصباح الذي ترأس الجلسة الافتتاحية أعضاء التحالف الدولي بمساواة الجهود التي بذلوها في الخرب بالجهود المطلوبة منهم لتحقيق السلم بالعراق مؤكدا على ضرورة إعادة الاستقرار في المناطق المدمرة من خلال دعم بلاده في مؤتمر إعادة الإعمار الذي تستضيفه جميعنا يدرك تماما حجم الجهود الكبيرة التي بذلها العراق الشقيق والدول الأعضاء في التحالف الدولي في حربهم ضد ما يسمى بتنظيم داعش والتي تكللت بدحر هذا التنظيم من أراضي العراق الشقيق ونحن مطالبون اليوم مثل ما بذلنا من جهود للانتصار في زمن الحرب فعلينا أن نبدل جهدا أكبر للانتصار في زمن السلم ومن هذا المنطلق فقد أعلنت دولة الكويت وبتوجيهات سامية من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن استضافتها لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والذي تتزامن أعماله مع أعمال اجتماعنا هذا لضمان استتباب الأمن والاستقرار ووحدة العراق واستقلاله وسيادته على أراضيه وتهيئة الظروف الملائمة للبدء بعملية إعادة الإعمار والبناء فيه ترجمة نانسي قنقر